طويل هو الطريق أمام زياد يحمل موهبته التي عرفه عبرها الكثيرون في روحه وعلى ظهره باحثا عن ناد خاص يلعب فيه البلياردو رغم أنه باطل الجمهورية اليمنية للناشئين في اللعبة والثالث عربيا نادر يحتاج إلى الكثير من الدعم إلى الكثير من الاهتمام إلى نظر من الوزارة تشويب الرياضة إلى من الاتحاد الاهتمام بقى أكثر مشاركتها في الدورات الخارجية في البطولات الدولية مدربين أيضا يمكن استقدام مدرب لتنمية موهبتها الاهتمام في اليمن صفر يعني ما فيش أي اهتمام يعني ظروف صعبة ووضع صعبة حتى التمرين لما نوصل نتمرن ما نترن لها بشكل صعب في مكافآت في شيء؟ لا ما فيش مكافآت زياد الطفل الذي بالكاد تغلب على معاناة عمالة الأطفال وهو الذي كان ضحيتها لأعوام قصته إصرار تدرس لديه موهبة يشار لها بالبنان درب نفسه حبا في اللعبة ولم يستسلم للظروف الصعبة بدأت ألعب في أندياو في مقاهي ومحلات بعد ذهبت إلى نادي كبير فيه محترفين يعني لاعبين له نيولند اللي في حده لعبت وطورت مع الأيام وبعدين عرفت عن البطولات أنه في بطولات فيه رحت شاركت كان فيه بطولات ناشي لعبتها واخذت الأول ما ركز الأول أما بالنسبة لأيامي أشبهي نفعل هذا الأيام أنا معي مدرسة أروح المدرسة للظهر بعد الظهر أتغدى أقعد ذاكر لعصر أخرج ألعب في النادي ألعب في أي مكان في النادي في أي مكان وأرجع بالمغرب أرجع ذاكري أقعد ذاكر ويكمل يومي من قبل كنت أشتغل بس هذه الأيام عدمت فرصة العمل الابداعي يأتي من الرحمل معانا نادر وجدناه في الشارع يعول أسرته ثم يأتي إلى النادي يمارس سوايته يتحمل الصعاب في الصباح في المدرسة العصر في العمل في الجوالات يبيع الفاين يعني عمل شريف جدا وبعد ذلك يأتي إلى النادي يمارس سوايته المفضلة تعاني الرياضة في اليمن كلما كبرى لاعبوها في العمر فنشئوا اليمن دائما ما يقدموا نتائج مشرفة لبلدهم وفي الشباب يبدأوا نجمهم في الأفول حتى يتعثروا تماما في المنتخبات الأولى وقائع تظهر حجم المواهب الفريدة بالفطرة في هذا البلد وعدم استغلالها بالشكل المثالي في الاتحادات والوزارات تبقى ظروف الاقتصادية حجر العثرة التي أبقت هذا الطفل الموهوب لوقت طويل على الأرصفة وهكذا يبدو المشهد في اليمن فالرياضة تشكو الإهمال والرياضيون يندبون حظهم العاثر لليوم على الحرم صنعاء عمر الورفي